يسعد لي كل اوقاتكن احباقي اليوم رح نعمل الماكرونة على الطريقة التركية بطريقة سهلة وبسيطة واكيد الطعام لا يوصف بالبداية عندي هون ماي صخني انا حطيت بالماي ملح ونزلت هلا الماكرونة متل ما شايفين بعد ما ننزل الماكرونة بالماي الصخني مفروض انه نحركن نعطيهم تقليبي كليتهم بقلب بعض لحتى عندي الماكرونة متلزق ببعضها على جناب عندي زيت نباتي متل ما شايفين رح باشر بتنزيل بصلي مفرومي نعمة ندري تترك البصلي لحتى تتقلت تير منيح هون عندي البصلي احبي تقلت رح نعطي بعض تقليبي تانية للماكرونة هلا رح نزل الفلايفلي هون عندي الفلايفلي الخضرة فيكن تنزله اذا بتحبو فلايفلي الوان كمان رح نعطيهم تقليبي كليتهم بقلب بعض طريقة تركية بتختلف كتير عن الطريقة اللي نحنا بنعملها طريقة تركية بيصلوا الماكرونة بقلب الماي وما بيكبوا ميتة يعني هيدا الماي اللي عم تنسلق ما بينرموها نحنا بالعادة بنرميها هلا بتشوفوا كيف عندي هون متل ما شايفين زيتون فيكن تجيبوا من هيدا الزيتون الجاهز او فيكن الزيتون الموجود عندكم بالبيت ان كان اخضر او اسود كمان بيمشي الحال مهم نحصل على طعمي كتير طيب كل شوي متل ما شايفين انا عم قلب بالماكرونة كرميل ما تلزق ببعضة مفروض انه كل خمس دقايق نبرمها هيك نعطيها تقليبة وقالا الماكرونة ببالش تلزق ببعضة عندي هون البنادورة او الطماطم الكرازية بتيجي كتير صغيرة بيجي شكلها كتير حلو واذا ما عندكن من هيدا البنادورة الكرازية او الطماطم فيكن تستخدموا البنادورة العادية الموجودة عندكم بالبيت تقطعوها بس بتنحط اخر الشي بس هايدي البنادورة الكرازية بتتحمل الحرارة فما بتفرط معنا وقت تنقليها فبتضل محافظة على شكلها اخر الشي احباقي مننزل الطم ومنعطيهم كل اياتهم تقليبة بيقلب بعض ريحة الخضرة غير غير شكل صراحة ريحة بتاخد العقل بيشهو عندي ملح اكيد باضافة للملح انا بحاجة للبهار المشكل او الفلفل الاسود انا هون حطيت بهار مشكل هون عندي احباقي الماكرونة تقريبا صارت جاهزة رح نزل مباشرة فوق صلصة البنادورة متل ما شايفين متل ما قلت لكم الطريقة التركية بتختلف عن الطريقة اللي احنا بنشتغلها بالعادة فبيشتغلوها بهيدا الشكل بميتة يعني طريقة سريعة وطعمتها كتير طيبة هلا بننطر شوي لحتى يتسبك معي وتنشف شوي صغيرة ميت الماكرونة لحتى طبعا مباشر بالطريقة التانية بس قبل كمان رح ضيف البهار المشكل باضافة الملح ما رح كتير كتير ملح لانه اصلا انا حطيت ملح ببداية سلق الماكرونة هون متل ما شايفين نشفت عندي طبعا انا ما غطيتها هون على جناب هلا رح باشر بتنزيل الخضرة اللي عندي مباشرة فوق الماكرونة اللي انا جهزتها هون رح باشر بالخلط الله عالريحة شو بدي خبركم شوري حطة بتشهي جربوها احبائي طريقة غير شكل نباتية من دون لحمة متل ما شايفين غير شكل طبعا فيكن تعمل الكمية اللي بدكن اياها حسب افراد عيلتكن انا بنصحكم تجربوها لهيد الطريقة لانه الماكرونة هتطلع غير شكل اذا كنتم من محبين الحار فيكن اكيد تحطوا بقى البحار فرح تعطيكم نكهة غير شكل كمان بعد فيها شوية ماي اذا بتحبوا تتركوا المرأة تركوها اذا ما بتحبوا المرأة تركوها بعد شوية لحتى تنشف على الاخر وقت ما تنشف طبعا رح فرجيكم نتيجة نهائية هون نشفت معي هيكم ما شاء الله مستوية طالعة غير شكل الماكرونة كل حبي لوحدة مش ملزقة ابدا بقلب بعضا مع انه عملناها بنفس الطنجرة ما غيرنا الماي طريقة تركية جربوها احبائي مش غلط نجرب اكلاتي جديدة خاصة الماكرونة لانه كتير كتير ناس بتحب الماكرونة بقى انا بنصحكم انكم تجربوها احبائي ما تنسون من اللايك واذا كنتم من المتابعين الجزء نزلو هلأ لتحت لاسفل الفيديو قبسوا اشتراك وفعلوا الجرس وقبسوا على كلمة الكيل ليصلكم مني كل جديدة وصحن ماكرونة على الطريقة التركية طالع غير شكل ونصحكم انكم تجربوه انا هلأ بدي ودعكن بحبكن كتير كتير رح اشتقلكن للفيديو القادم الى اللقاء اشتركوا في القناة 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 شكرا